أنا ما عرفتش علاش مفكرش فيها الناس ديوننا وهكذا غادي نكونوا خاطرنا وغامرنا بذك المجهود كله اللي تبدل على مدى أزيد من سنة أعزائي لفضيل سلام الله عليكم وأهلا وسهلا بكم مجددا فهذا الفيديو بغيت نتكلم على الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة المغربية باش المواطنين اللي موجودين بالخارج أو أي الجالية أو مغاربة العالم يدخلوا لبلادهم واللي من طبيعة الحال قسمتهم إلى جوج المجموعات مجموعة ألف ومجموعة أباء أنا بغيت نتكلم عليهم جوج وقبل ما نتكلم عليهم بغيت نطرح واحد سؤال اللي صراحة يعني كيخصنا أننا نتأملوا فيه بشكل معقول وبشكل مسؤول بشكل مسؤول سواء كمواطنين أو كذلك كالمؤسسات ديال المغرب وكيف عودناكم دائما من اللي كيخصنا نصفقه كنصفقه وملي كيخصنا نقولوا اللحظة أو أننا نحتجوا أو أننا نتكلموا على شيء موضوع فكنا نخرجوا وكنتكلموا عليه إذن شنو هو المشكل اللي أنا كنشوفه شخصيا وكيشوفه بزاف ديال الناس من خلال هاد الإجراءات اللي يتخدوا أولا فيما يخص يعني جميع المسافرين سواء يعني اللي يوم ما في المجموعة أليف أو في المجموعة باء واللي خصوم يديروا هاد تحليلات ديال 48 ساعة واللي تكلمنا عليها قبل يومين وتكلموا عليها بزاف ديال الناس ماشي من تلقائي نفسينا لأننا كنشوفه بالناس بأنهم لقوا مشاكل في مجموعة من الدول أو مجموعة من الجهات يعني في دولة وحدة كين الدولة اللي كتلقى فيها بأنه كين في ندير هاد هاد تحليلات وكين في نفس الدولة جهات أو مدن اللي في هالأزمة أو ما كتلقاش البلاصة المعيد اللي غادي يخرجك باش تديرها وتلحق هادك 48 ساعة كيفاش غادي يديروا لهاد تحليلات اللي غادي يديرها وقبل ما تنتهي 48 ساعة وهما مسافرين للحد أو بالنسبة للناس اللي مسافرين 2 أو لا 3 كيفاش غادي يديروه وش منهار غادي يديروها هذا السؤال الأول فيما يخص هاد المسألة ديال وش 48 ساعة أولا 72 ساعة اللي كنشوفها بأنها في إمكان الجميع أنها يقوم بهاد الإجراءات قبل ما يسافر وكذلك مش ما نعطلوش يعني الرحالات ديالنا سواء كانت الجوية أو البرية لأننا لذرنا 48 ساعة ما يمكنش أن هاد الرحالات الجوية تمشيه نهار لحد وما يمكن لاش تمشي 2 أو 3 بزاف ديال الدول هذا من طبيعة الحال من جهة اللي كيهم سواء يعني القادمين من الدول اللي هما في المجموعة أليف أو القادمين من المجموعات اللي كيتواجدوا في المجموعة بقى مسألة أخرى واللي هي خطيرة وخطيرة جدا واللي كنبه أننا ما نرتكبوش هاد الأخطاء وأنا كنتمنى أن يتم إعادة النظار في هاد المسألة اللي بغيت نقول دابا وهو فيما يخص الناس اللي هما خدوا اللقاح خدوا اللقاح وما مطلوبش منهم هات التحليل ديال بسير بمعنى أن معروف لهم في العالم أن الناس اللي خدوا اللقاح يمكن لهم أنهم يتصابوا بهذا الفيروس ولا تصابوا بهذا الفيروس وخامل قحين وبما أنهم مداروش ديك تحليل وما عارفينش وش حاملين للفيروس أولا ممكن أنهم ينقلوا هاد العدوى للمغرب يعني ذك شي اللي حار تجمل ذكو في نفس الوقت اللي كان رخصوا لهذا الناس اللي هما ملقحين أنهم ما يديروش تحليل ديال بسير كان طلبوا من الناس اللي هما جايين من الدول اللي كيتواجدوا في اللائحابة أنهم يجيوا يقلصوا فلو طيل عشر يام مع العلم أنهم غدي يديروا هادك تحليل ديال بسير ديال 48 ساعة إذن إلا كانوا هات تسهيلات بالنسبة للناس اللي هما ملقحين وخاد لي قحرة ما كيحميش مية في المية ورهد داروا حالات أو توجدوا حالة كتار هنا يا ديال الناس اللي هما ملقحين وتصابوا بهذا الفيروس يعني الناس حدايا هنا كنعرفهم شخصيا وبالتالي ما كي نشدك الحماية اللي غادي ينحميه المواطن إذن إلى هدف داخل في باب ديال ديال تسهيلات باش الناس يدخلوا للمغرب ويشوفوا عائلتهم وإلى آخره أشنو هو المانع اللي منعني الناس اللي هما في اللائحابة وخصوصا الطالبة اللي كيتواجدوا في أوكرانيا اللي كان عرفوا بأن الطالب أو الأباء دياله اللي يعني كيضحيوا ويخلصوا الطيارة ويخلصوا الكرة والمكلة أننا نزيدوا عليهم هالتكاليف ديال اللوطيل ربما أننا نقدرون نوجدوا حلول أخرى أنهم يلتازموا يعني في البيوت ديالهم هذيك العشريان على الأقل أننا نحيدوا عليه ذاك العيب ديال أن ذاك الإنسان يوصلوا للمغرب ويجلس عشريان في اللوطيل وهو كيخلص وربما ما عندهش طابة شيخلص يعني صراحة كان نشوف واحد النوع ديالإجهاف حق هذي الناس هذو اللي يديروا هادة تحليلة ونقدرون نزيدوا واحدة أخرى من اللي يوصلوا للمغرب ونتأكدوا مزيان عادي يدخلوا لديرهم إذن في هاتجوش ديال الحالات كالقاوا يعني تسهيلات يعني مبالغ فيها وسمحوا لي أنا عارف بأننا بزاب الناس الكتاب عني غايقولوا ليسكت ما تقولهاش ولكن بأن السلامة ديال بلدنا والمصلحة ديال بلدنا لكتهمنا أننا نخصنا نقول الحقيقة بمعنى آخر أننا نكون مواطنين مسؤولين ما شغل مسؤوله زير هو اللي مسؤول بوحده على البلاد ولكن نكونوا كلنا مسؤولين الناس اللي هما عاملين اللقاح أرى اللقاح ما كيحميش مية في المية كنشوف بأن الناس اللي داروا اللقاح الناخصهم يداروا البسار وسمحوا لي يا بنسبة للناس اللي كيشاهدوني وبنسبة للناس اللي هما عاملين اللقاح ما تقلقوا شي لأن السلامة ديال بلدنا أهم لنا من أشياء أخرى وأهم لنا من المجاملات أو أننا نعزفو على ذوك الأوطار الحساسة اللي كيبغي المتتبع يشوفها باش يتابعني فهي لكي يديرونا صخرين أنا ما كنديراش أنا اللي كينا كينا اللي ما كيناش ما كيناش أو على الأقل هكذا كنت صورها والمعطيات رهبينة والكل كي يعرف هاد المعطيات هدي أنا ما عرفتش علاش ما فكرش فيها الناس ديالنا وهكذا غادي نكونوا خاطرنا وغامرنا بذك المجهود كله اللي تبدل على مدى أزيد من سنة وبالتالي أننا نلقاوش حل حل وسط لجميع المواطنين والمواطنات من جميع الشرائح وفيما كانت البلاد اللي هما مقيمين فيها إذن أعزائي الفضيل إلى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة من هذا الفيديو القصير موعدنا يتجدد إن شاء الله قريبا مع السلامة